اللي بتتكلم عنه ويه نبز التعصب يعني فيه مبادرة طبعا كان بيترقصها السيد الوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وعمل مؤتمر عن نبز التعصب بين الجماهير بحضور طبعا نجوم كرة القدم والتوعية كمان للإعلام الرياضي شوفت زي المبادرة دي جميلة جدا طبعا مبادرة طبعا يحيى عليها وزير الشباب والرياضة لأنها مهمة جدا لأن احنا بنتكلم قلنا في الفترة الأخيرة لا فيه تعصب شديد فيه كلام يعني يعني يخلي فيه مشاكل بين الفرقتين يخلي فيه حسية بين الفرقتين يخليك انت وانت بتلعب انت متحفز على الخصف فبقت مشكلة يعني احنا شوفنا قبل كده في ماتش السوبر ايه المشاكل اللي حصلت في الإمارات يعني اتمنى يعني فرقتين كبار زي دول فيه مبادئ لعيبة كدوة مسؤولين مسؤولين نعيبة كدوة الناس كلها بصالها ماتش مهم جدا افريقيا كلها بص على الماتش ده يعني مش محتاج ان انت تعمل مشاكل يعني ايه بتحسب علينا كمصريين كمان فاعتقد ان دي مبادرة مهمة جدا كانت لازم بتعمل منبادر على فكرة طيب انت كواليثك الشخصية قبل المباريات المهمة لزي دي يعني هل كان بيبقى عندك تقوس معينة بتعملها فيه وقت ناس بتتفائل بحاجة معينة بتعملها فيه ناس بتعمل ورد فيه ناس مثلا بيقولوا لا انا في اليوم ده لازم اكلم والديتي يعني فيه حاجات كده من باب التفاؤل والتشاؤم ويه متكلمش مع حد مركز طوالوقت كان فيه ليك تقوس معينة قبل المباريات دي؟ طبا كلنا لينا تقوس على فكرة فعلا يعني انا تقوسي مثلا انا لازم اكلم والديتي فعلا قبل المباراة تاخد البرك على فكرة مش قبلها بيوم يعني قبل المباراة مثلا قبل ما مطلع يوم الماتش اه قبل ما اطلع الباص تمام بكلم مراطي برضو تمام اه قبل الماتش بيوم بقرأ سورة ياسين والواقعة تمام ده تقوس ما بحبش اتكلم مع حد كتير يعني تلاعي في القوضة بتاعتي ما بحبش انزل الا لو فيه مثلا فطار غدا او عشر كلام ده ما بحبش اعود تحت كتير بطلع في الغرفة بتاعتي اه بجي التقوس بتاعتي انه هي ان انا ببقى مركز مع نفسي ما بحبش طول الوقت داخل في اجواء الماتش نفسه اه محب اركز مع نفسي ان انا محبش ادخل كتير او او كتير او بتاعي الا لو فيه مثلا يعني في الماتشات المهمة كانت اللعيبة بتعمل اجتماع تمام ونتكلم شوها مع بعض على الاسس ان احنا نحفز بعض فده كان طبيعي في الماتشات المهمة طبعا يعني ماتش زي ده مثلا مهم جدا طبعا فطبيعي ان اللعيبة بتليمة بعضها بتحفز نفسها بتدي سكر نفسها اكتر فده كان بيحصل برضو في الفندق ساعتنا ترجمة نانسي قنقر